واحد من أكثر الأسئلة اللي تسألتها من ساعة ما عملت قناة كوكب الكتب أنا عايز أقرأ لحمد خالد توفيق أقرأيه ترشح لي إيه لحمد خالد توفيق قارئ مبتدئ لحمد خالد توفيق إيه رأيه عايز أحب بصحابي فأحمد خالد توفيق أخليه يقرأيه تعال نهاردة نتكلم على أفضل قراءات أحمد خالد توفيق بالنسبالي أنا يلا بينا أنا طارئ وإنت بتشوف قناة كوكب الكتب على هذه القناة أنا بقدم محتوى له علاقة بالقراءة لو عايز تشبع القراءة اللي جواك وتختار كتابك اللي جاي صح اشترك في القناة فعلت زر الجرس أهلا بي الحقيقة فعلا ده من أكتر الأسئلة اللي تسألتها من ساعة ما عملت القناة من ساعة وفاة العراب اللي يرحمه وناس كتيرة انضمت إلى محبيه وأبنائه ناس كتيرة عايزة تعرف مين الراجل اللي أثر في حياة أجيال بهذا الشكل ناس كتيرة بتسمع من أجيال أكبر منها قد إيه العراب ده مؤثر وقوي وكان فتحة لنا إن إحنا نقرأ في الأدب العالمي الروسي وغيره ناس كتيرة من جيلي وأكبر شوية وأصغر شوية عايز يخلي حد صاحبه يقرأ عايز يدخل حد من عيلته في أبناء العراب نخليهم يقروا إيه هو ده السؤال اللي هنجاوب عليه في حلقة النهاردة هنقسم الحلقة لأربع أقسام ذلك لأن العراب اللي يرحمه كان غذير الإنتاج فهو ألف في كل أنواع المؤلفات الممكنة كتب علمية روايات طويلة روايات قصيرة أو قصص قصيرة كتب مقالات وهم دول الأربع حاجات اللي هنتكلم عليهم النهاردة مش هنتكلم على السلاسل على الإطلاق ذلك لأن السلاسل اللي عراب كلها جميلة جدا وأنا اتكلمت قبل كده في فيديوهات سابقة إن أنا عكس الناس التانية مش برشح ما وراء الطبيعة لأنا برشح فانتازيا وسفاري أكتر ذلك لأن سفاري محشور فيها أو داخل فيها بطريقة تقنية جميلة جدا معلومات طبية ظريفة للغاية وسميكة للغاية وكثيفة للغاية وفي نفس الوقت أنت ما بتحسش أن أنت بتتلقن لأنت بتتعلم وأنت مبسوط وكمان سلسلة فانتازيا غزيرة بالمعلومات عن الأدباء والترشحات والشاعر والأدب الروسي والأدب الإنجليزي فيها كل حاجة ممكن تتخيلها ، ونخش بقى على القسم الأول من الفيديو بتاعنا ونتكلم على القصص القصيرة هنسمي الفيديو كالآتي إحنا هنتكلم على النوع اللي هنه هنتكلم فيه وهنقول آخر الأعمال اللي نزلت إيه هي وأفضل الأعمال اللي من ترشيحي أنا شخصيا إيه هي وفي مجال القصة القصيرة هنقول إن آخر الأعمال اللي نزلت للعراب هي الرفقاء اللي وهي تجميعا لمجموعة من القصص القصيرة اللي كان كتبها العراب قبل كده على مواقع على النت اتجمعت على هيئة كتاب ورقي طبقا لرغبة العراب الكتاب جميل وممتع وأنا استمتعت بالرحلة اللي فيه في قصص جواه تتروح ما بين المتوسطة والجيدة والجيدة جدا وعملت له بمراجعة سيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا أما ترشيحي أنا الشخصي في القصص مجموعة 207 207 مجموعة مختلفة في الفكرة ذلك لأنها قصص قصيرة كل قصة منفصلة عن التانية ولكن متصلة بإطار الإطار ده إن إحنا فيه فندق بيحصل فيه حاجات غريبة الحاجات الغريبة دي بناخدها كل مرة في قصة مختلفة حلق قصة فيها إعادة أحياء للموتة قصة فيها رعب صريح قصة فيها ساسبنس وخيال وفيها تيمات مختلفة للرعب التيمة الأساسية تيمة غرفة الفندق المهجورة حلق فيها تيمة الرعب المغلوط بإن أنت تروح في اتجاه تلاقي لحظة تنوير في اتجاه تالي تيمات مختلفة وكلها منتعة جدا وربط الأحداث كلها ببعض في مكان واحد وبطل واحد اللي هو عم جمال وإحنا بنعيش معاه زكرياته من وهو صغير لحد ما يجبر ويعجز مجموعة جميلة جدا وأنا أرشحها بشدة النسخة اللي موجودة في السوق دلوقتي مش هي النسخة دي فيه نسخة من دار نشر كآن موجودة في السوق نفس المحتوى هو هو لكن الكافر مختلف الكافر ده كان الطبعة القديمة اللي مع دار دايموند بوك اللي قفلت في الكويت القسم الثاني قسم الروايات الطويلة بعد ما خلص العرار بمجموعة السلاسل بتاعته حاب يعلى بمستوى القراء بتوعوه يخاطب شريحة أكبر من القراء فاتجه لكتابة الأعمال الرواية الطويلة شوية وأول عمل نشره في هذا الموضوع هو عمله الأشهر على الإطلاق رواية يوتوبيا أشهر على الإطلاق ذلك لأن هو تنبأ فيها بحاجات كتيرة جدا حصلت دلوقتي تنبأ بالاستقطاف في الطبقة الاجتماعية في مصر تنبأ بحاجات كتيرة أو الحقيقة وهو كان شاهد بطاعتها وتخيل كرة التل جراحة لحد فيه أنا عملت فيديو على الكتاب ده مخصوص باتكلم فيه على فكرة نبوئات العراب هل هو كان بيتنبأ فعلاً ولا لا وعرضت الرأي والرأي الآخر ورأي أنا الشخصي حسبه لك في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا ولكن بالنسبة للروايات الطويلة أنا برشح لك الرواية الأفضل من وجهة نظري للعراب وهي رواية السنجا للأسف رواية السنجا مش موجودة في السوق دلوقتي أنا أعرف إن فيه كذا دار نشر بتتكلم على إنها تاخد حقوقها ولكن دار النشر اللي كان معاها الحقوق دي بلومزبيري فرع قطر ودي قفلت قصة هذه الرواية هي صعوبة نفسها فإحنا في الرواية دي بنخوض فكرة الرمزية بنخوض فكرة الحبكة جو حبكة جو حبكة جو حبكة فإحنا طول الوقت بنشوف فكرة السنجا نفسها دي بعدة أشكال مرة سنجا مرة سرينجا بنعيش حبكات مختلفة جوه بعض كل حبكة بتسلمنا الحبكة النوع الأدبي ده طبقا لدراستي أنا اسمه حبكة اللاحبكة والنوع ده صعب جدا في كتابته ونادر للغاية زي ما حدت بالك كده أنا مش عارف أديلك فكرة عن قصة الرواية من كتر ما هي صعبة وتقيلة عايز أقولك إن عدد محدود جدا 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 من الكتاب مش في مصر في العالم كله إذ لخاطروا إنهم يكتبوا رواية بهذه الصعوبة آخر أعمال العراف في الرواية الطويلة هي رواية شاقبيب اللي نزلت قبل موته على طول وأنا ما حاطتهاش معانا هنا دلوقتي لأننا اتكلمنا على يتوبية شاقبيب أنا إن شاء الله بفكر أعمل لها مراجعة مفصلة لوحدها إيه رأيك تحب تشوف مراجعة رواية شاقبيب ولا لا أقولي في التعليقات نتكلم مع بعضه نستفيد ذلك لأنه أحسن التعليقات وترشيحات ومراجعات تطلع من مجتمعك عوكب الكتب يعني أنت ونتنقل دلوقتي ليه سلسلة المقالات كتب بيجمع فيها المقالات اللي كان بينزلها قبل كده على الإنترنت العراب كان متعاقد مع أكتر من مكان عشان يكتب فيه مقالات منهم جرنال الدستور القديم منهم موقع بص وطول إضاءات وكتير جدا 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 في مصر والخليج كان عنده رغبة شديدة للغاية أنه يجمع هذه المقالات في كتب ذلك لأن من وجهة نظر وأنا شايفها وجهة نظر صحيحة أن الأعمال الورقية أكثر بقاءا من الفضاء السايبري وآخر الأعمال اللي جمعت العراب بعد وفاته هي لما كان للملل لما كان للملل كتاب حلو جدا 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 فيها مقالات خفيفة وفيها مقالات كويسة ولكن آخر مقالات فيها أنا بحبها بشكل شخصي لأنه بيتكلم فيها على الأفلام والأعمال الروائية اللي هو شخصيا كأحمد خالد توفيق تأثر بها ولقيت من ضمن الأعمال دي حاجات مشتركة كتير بيني وبينه وده أمتعني جدا بالإضافة أنه هو الأعمال دي بيديك نبذة عن كل عمل وليه هو أثر في طريق التفكير لكن لو عايزني أرشح لك كتاب واحد بس من الأعمال الغير روائية اللي على هيئة مقالات هو كتاب دماغي كده كان العدد الأول ضمن سلسلة أدبيات من إصدار المؤسسة العربية الحديثة اللي أنتج معها العرب سلاسلو بالكامل 48 مقال في كتاب تقريبا 290 صفحة حجم قليل جدا المقال مركز للغاية مقسوم لأكتر من قسم أول الأقسام 12 مقال في السياسة بتعبر عن آراء أحمد خالد توفيق في الأحداث اللي كانت بتحصل في زمن كتابة هذه المقالات وبعد كده مجموعة مقالات اسمها في أحوالنا الحالية دي بتتكلم عن الحياة الاجتماعية في مصر والوطن العربي يعني كان بتحصل حاجات حواليه بتأثر فيه ينفعل يكتب مقال فكانت المقالات تتسم بالحرارة بالصدق الشديد القسم التالي مجموعة من المقالات في الذكريات الحميمة مجموعة من المقالات اللي تعبر عن النوستالجة الشديدة تناسب جدا 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 الفئة العمرية الكبيرة في السن هيحسوا ان هم عايشين فترة شبابهم فيها بيتكلم فيها على ذكريات طفولته تغريبه برا مصر وبعدين مجموعة من المقالات اسمها في العلم الزائف دي عبارة عن ضربات مركزة شديدة القوة لأنواع كتيرة من العلم اللي منتشر في وسطينا دلوقتي ومحدش بيواجهه الأدوية المغلوطة اللي بتطلع في إعلانات التلفزيون بيهاجم فيها الطب البديل الغير مسبت علميا بيهاجم فيها حاجات كتيرة جدا 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 بالأدلة العلمية والدراسة اللي هو دراسها فاحنا عارفين ان أحمد خليل توفيق في الأصل طبيب وفيد الممارس مهنة الطب لحد ما توفاه الله بعد كده اتجمعت المقالات دي وزود عليها مقالات تانية أكتر وفصلها في كتاب لوحدها اسمها في العلم وأشباه العلم شربة الحج داود عن إصدار دور الكرمة وبيختم بقى بمجموعة من المقالات الفنية اللي لو أراها أي ناقد سينمائي أو أدبي حيبقى مستمتع جدا بيكلم فيها على الأفلام العربية القديمة والجديدة بيكلم فيها على الأفلام الأجنبية وقد إيه هو بيحب فن السينما في حد زيته وأخيرا في مجموعة من كتب العراب الغير روائية زي مثلا الحافة هادم الأساطير وما إلى ذلك كلها أعمال حلوة وممتعة للغاية كده أعتقد أن احنا جاوبنا على سؤال مهم جدا لو حد عايز يقرأ للعراب يقرأيه أنت بقى بكل بساطة هتسأله أنت بتحب الرواية الطويلة اتفضل لي بتحب القصة قصيرة اتفضل لي ممكن يكون ليك رأي مختلف ممكن يكون ليك حاجات تانية غير دول أنت بتفضلها واللي برضو في التعليقات ونتكلم مع بعضه ونستفيد ذلك لأن أحسن التعليقات وترشيحات والمراجعات تطلع من مجتمعك أوكب الكتب يعني أنت ما نساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وضع أمني بلايك وتشير هذا الفيديو عشان الناس كلها تستفيد لأن في ناس كتيرة عايزة تقرأ لحمة خيات توفيق ومش عارفة تقرأيه أما بقى لو عايزتوش بإتقارئ لو جاك وتختار كتابك اللي جاي صاح فحيظهر قدامك على القناة واحد من أوائل فيديوهات اللي اتعملت في هذه الرحلة الطويلة اللي احنا خضناها سوا من أكتر من سنتين فيديو مجموعة العراب طبعا في حاجات زادت على الفيديو ده احنا قلناها في خلال فيديوهاتنا ولكن هو الأقرب إلى الكمال فيه كل كتاب وبديلك فكرة مصغرة ومبساطة عن كل كتاب روح تفرج عليه أشوفك هناك سلام